سلام عليكم على الرغم من عدم توافر الأدلة والقراءة اللي تشير أو الدلة على القاتل أو المجرم في هالقضية إلا أن رجال الأمن قدروا يحلون هالقضية في زمن قياسي وهذا الأمر يحصل عندما يعمل رجال الأمن بقدر عالي جدا من المهنية والقصة اللي يسلمكم احصلت في المغرب عام 2008 وتحية لأهل المغرب وليهون السامعين جميع القضية من أغرب وأسرع القضايا اللي تم حلها والقصة اللي يسلمكم في صباح أحد الأيام في عام 2008 وفي أحد الأماكن العامة مكان عبارة عن دوار بلهجتنا الشرقية أو تقاطع طرق لأنه كلمة دوار في دول المغرب العربي تعني حي أو يعني نقدر نقول حارة المهم فيها الدوار هذا اللي هو عبارة عن تقاطع للطرق والسيارات تتلف بشكل دائري حول هذا الدوار في صباحا ذاك اليوم الوقت الساعة تقريبا سبعة وربع إلى سبعة ونوص صباحا وفي هالوقت الموظفين اللي طالعين على دوامهم الطلاب اللي رايحين على مدارسهم اللي طالع على شغلوا اللي رايح على عملوا وفي هالوقت يعني في حركة زيادة عن اللزوم والناس ما هي من تبها اللي طالع مستعجل اللي متأخر اللي وديوا لحق الدوام المهم بأزمة هالسيارة هذي ويجي سيارة عبارة عن باس أو فان باس صغير الباس هذا انطلق بسرعة جنونية كان ماشي بين هالسيارات وينطلق على أشخاص اثنين ماشيين بجانب بعضهم شباب ماشيين بجانب الدوار والسيارة هذي ادهست الأشخاص الاثنين وصارت في منتصف الدوار الدوار هذا مزروع فيه بعض الشجيرات الصغيرة وبعض الأزهار وأعشاب وصاحب السيارة هذي عاكس السير وكذلك انطلق بسرعة جنونية صارت السيارات تبعد عنه على اليمين وعلى الشمال خلال لحظات السيارة هذي اختفت وما حدا قدر يعرف إلا شكل السيارة ونوعها أما نمرت السيارة أو أرقام هالسيارة ما حدا قدر أنه مثلا يلاحق يصورها يسحب تلفون يصور أو يحفظ الأرقام لأنه الناس خافت من هذا الشاب المتهور المهم السيارة ضاعت بين هالسيارات واختفت وما حدا قدر يعرف أرقام السيارة أو يفزعون هالناس اللي حاضرين اللي وقف سيارته على جنب اللي ماشي على رجليه فزعوا على الأشخاص الاثنين هذول ولا الأشخاص مصابين إصابات قاتلة مباشرة كان فيه دوريات لرجال الأمن قاعدين يتجولون في صباحها ذاك اليوم حضرت دوريات الرجال الأمن وقامت الدنيا وما قعدت صار فيه أزمة سير بسبب الناس اللي ودها تشوف شنو اللي صار تعرفون فيه مثل هالحالات اتوقف الناس على الجنب من باب الفضول ويشوفون شنو اللي صاير شنو الحادث وتجمع عدد كبير من الأشخاص حول هالشخصين هذول اللي متمددين في وسط هالدوار والدم يسيل منهم من كل مكان حاول الرجال الأمن يفرقون الأشخاص يبعدونهم عن مسرح الجريمة أو عن هالحادث المأساوي اللي أدى الظاهر إلى وفاة الشخصين هذولا على الفور وطبعا رجال الأمن كانوا حاضرين من أوائل الناس إلا أن الناس أبت إلا أنها تتجمع واتصلوا بالأسعاف خلال دقائق الأسعاف كان حاضر ولما عينوهم الممرضين أو المصعفين اللي حضروا إلى هالمكان قروا الأشخاص هذولا متوفيين يعني ما في فائدة من أسعافهم على المستشفى فخلوهم رجال الأمن في هالمكان لأجل يعرفون شنو اللي صار وشمنوا السيارة هذه اللي ضربتهم وممكن القضية يكون فيها شبهة جنائية بتفتيش ثياب الشباب هذول الثنين اللي تبينت أعمارهم تقريبا في بداية العشرينيات ما عثروا على أي شيء دل على هويتهم أو شخصيتهم لكن من خلال المعاينة الأولية للجثتين تبين أنه الشباب هذول ظاهروا أنهم الشربانين بعض أنواع المسكرات وهم بين الريحة طالعة ريحتهم طالعة الله يحسن خاتمتنا وخاتمتكم بالإضافة إلى أنهم اعثروا في جيب أحد هالشباب على سكين والثاني كذلك اعثروا على سكين مخبيها في الجوارب اللي لابسها وهالسكين اللي مخبيها الشاب في الجوارب أدت إلى جرح في القدم بالإضافة إلى كسر في العظم المهم رجال الأمن على أثر الحادث هذا وفي مثل هالحالات ممكن الواحد يكون حامل بإيده مثل ما تقولون يعني إثباتاته الشخصية حاملها في حقيبة صغيرة في محفظة يكون شايلها بإيده ممكن على أثر الضربة طارت الإثباتات هذه يحاولون يبحثون بين هالأعشاب بين هالورود بين هالشجيرات الصغيرة إلا أنهم ما أعثروا على أي شيء يدل على شخصية الشباب وبنفس الوقت حاول رجال الأمن يأخذون بعض المعلومات من الأشخاص اللي كانوا حاضرين والفضلين اللي تجمعوا فيها المكان معلومات عن السيارة اللي دهستها الشباب هل هو حادث معف مفتعل هل هو عن طريق الصدفة أو ممكن حدا عرف لوحة السيارة هذه الأرقام المسجلة عليها الكل يقول ما قدرنا بسبب السرعة الجنونية وكل من ملتهي بحاله اللي ودوا يلاحق المدرسة اللي حتى فيه طلاب المدرسة كانوا مارين من هالمكان فيه مدرسة ظاهر قريبة من المنطقة والطلاب هذول تجمعوا ومثل هالناس اللي احضرت لكن الرجال الأمن ما قدروا يحصلون أي معلومة باستثناء نوعية السيارة أو اسم ماركة السيارة هذه والسيارة هذه اللي قالوا عنها الجماعة عبارة عن باست صغير أو موجود منها في هالمدينة مئات بل نقدر نقول آلاف من السيارات لأنه هالنوعية هذه مستخدمة بكثرة في هالمنطقة وبحث رجال الأمن في المكان لعله وعسى يكون واقع شيء من هالسيارة مكسور زجاج أحد الأضوية مثلا واقع قطعة منها إلا أنهم ما عثروا على أي شيء في النهاية تم تفرقة الناس وتم رفع جثتين إلى ثلاجة الموتى لمعرفة شخصية الشباب الأثنين وعن طريق البصمات قدر رجال الأمن يعرفون أن الأشخاص هذول شباب من أصحاب السوابق والظاهر أنهم مسجونين في عدة قضايا قضايا سلب وقضايا تحرش وبعض القضايا اللي مسجونين فيها شهر شهرين ثلاث وعندهم سجل حافل بالمشاكل وفي البداية يعني على حسب التحريات وعلى حسب الاستنتاجات يعني رجال الأمن حاطين الاحتمال أنه شاب متهور اللي سوى الحادث هذا تهس هالشخصين وما في أي علاقة بينه وبينهم إلا أن كل الاحتمالات واردة في مثل هالقضايا وفي مثل هالحالات لكن الاحتمال الأكبر أنه حادث عرضي أدى إلى مقتل الشباب ورجال الأمن عمموا على مواصفات السيارة ممكن يعني رجال الأمن إذا يشتبهون بسيارة مثلا مكسور فيها زجاج أحد الأضوية الأمامية فيها يعني أي سيارة يشتبه فيها ممكن يتم توقيف هذه السيارة والتحقيق مع سائقها المهم في صباح ذاك اليوم يتقدم أحد الأشخاص إلى أحد المراكز الأمنية أو مراكز الشرطة رجل ينقال له معتصم معتصم رجل في منتصف الخمسينيات ومعتصم هذا يعمل رجل الأمن أو سيكوريتي في أحد الشركات تقدم هذا الرجل لمركز الأمن السلام عليكم وعليكم السلام قال يا جماعة أنا اليوم وأنا طالع من العمل الظاهر هذا كان عنده مناوبة في الليل وخلصت المناوبة تقريبا على الساعة السابعة صباحا وهو قال سلمت الزميلي اللي استلم مني وأنا طالع من باب هالشركة اللي صاير مقفي شوي يعني ما هو على الشارع العام وما حسيت ودريت إلا شباب اثنين في بداية العشرينيات يتعرضون طريقي وواحد منهم يسحب علي سكين والثاني شمطني كف خلاني ما عارف الشرق من الغرب وحاولت إني أدافع نفسي إلا أن الشباب هذول ريحتهم طالعة وسكرانيني الظاهر شنو ودكم شنو تردون قالوا طالع محفظتك وطالع اللي فلوس اللي معاك يقول أنا هذاك اليوم في أحد الزملاء اللي يشتغلون معاي حاط عندي أمانة مبلغ عبارة عن 5000 درهم مغربي والأمانة هذه صاحبها ماجه وظلت الأمانة معاي لكن ماني حاطها في المحفظة حاطها في أحد الجيوب المخفية في البدلة أو الجاكيت اللي لابسها وشفت الشباب هذول مشررانيين وناوين على الشر من الصباح وعندي محفظتي فيها مبلغ بسيط يعني حق أكل حق ساندوش حق يعني أجار تكسي مثلا وقمت من باب الخوف وحفاظا على روحي شفت هذول هذا اللي صاحب سكين وهذا اللي هدد قلت لا يا عمي هذي محفظتي وأكفوني شركم وخصوصا بعد هالكف اللي شمطوني يا اللي خلوا الشرار يطيروا من عيوني وأنا جاي أقدم بلغ أخاف هذول مجرمين أخاف أنهم من أصحاب السوابق يروحون يرتكبون جريم يسوون شي أنا ماني علشان الفلوس اللي أخذوها مبلغ بسيط لكن علشان الإثبات الشخصي قالوا ما قصرت وجزاك الله خير وزين ما سويت حدا شاف الشباب هذول معاك أو يعني أثناء الاعتداء عليك أو محاولة الاعتداء والتشليح قالوا لهم والله فيه جار إلي عنده دراجة نارية كان مار من الشارع أولمحهم وجيلا عندي وعرف شنو السالف وقلت له الموضوع كذا وكذا وهو اللي وصلني لعندكم على الدراجة النارية قالوا طيب يا سيد معتصم إذا شفت الأشخاص هذول ممكن أنك تتعرف عليهم قالوا لهم أصلا أنا ما رح أنساهم بحياتي الكف اللي شمطوني يا هذا لا يمكن أني أنساه وفعلا رجل يعني في منتصف الخمسينيات يجي ولد بداية العشرينيات يضربوا كف فأكيد ما رح ينسى هذا الموقف المهم ويأخذون معتصم على أحد المستشفيات اللي كانوا وحطين فيه جثث الشباب الاثنين اللي اعثروا عليهم جماعة الحادث ومعتصم أول ما شاف هم قال أي نعم هم هذولا الشباب وهذا اللي شمطني الكف وهذا اللي سعب السكين وهددني فيها وبناء على أقوال معتصم فعلا رجال الأمن اعثروا على سكينين واحد اعثروا عليه بجيب واحد منهم والثاني مخبيه فيه الجوارب وبناء على المعلومات اللي أدل فيها الرجال هذا معتصم فعلا طلعوا هذول الشباب وفعلا الشباب شغلتهم التشليح والنصب والاحتيال ومحاولة التحرش لكن بنفس الوقت رجال الأمن وما بين بلاغ الرجل هذا معتصم وما بين الحادث اللي حصل ما في وقت يعني تقريبا حوالي نص ساعة أو ثلاث أرباع ساعة أو أقل شوي ما أعذروا على المحفظة هذه اللي يقول عنها معتصم بالإضافة إلى أنه المكان اللي حصل فيه الحادث بعيد يعني نقدر نقول عن المكان اللي تم فيه الاعتداء على معتصم حوالي كيلو متر إلى كيلو ومئتين متر بالتمام والكمال وبناء عليها رجع رجال الأمن خلوا معتصم يرجع يشوف الجثتين مرة ثانية ويا معتصم أنت متأكد خاف أنك مشبه على هالشباب قالوا لهم متأكد مثل ما أنا شايفكم وهالكف اللي أكلته ما أنسى بحياتي ويرجع رجال الأمن مرة ثانية على الدوار أو تقاطع السير هذا اللي حصل فيه الحادث ويبحثون بين هالأزهار بين هالأعشاب لعل وعسى المحفظة هذه محفظة معتصم أنها طائرة من إيد واحد منهم لكن فيه النهاية ما عثروا لا على محفظة ولا على فلوس ولا على بطاقة شخصية وقالوا الآن يا معتصم بالنسبة للفلوس عوضك على الله بما أنك تقول مبلغ بسيط وهذول خذوا جزاهم أو أنهم لقوا حتفهم وماتوا وبطاقتك الشخصية الآن أنت معمم عليها في حال أي حدا عثر عليها وساوى أو حاول أنه يساوي جريم أو سرقة أو أي شغلة كانت أنت الآن بالسليم لا تخاف ولا تاكلهم المهم حاول رجال الأمن أنهم يطيبون خاطر معتصم في صباحا ذاك اليوم المسكين سهران طول الليل في حراسة هالشركة ورجل شوي متقدم في السن ويعاني من بعض الأمراض وطلعوا له هذول من غامض العلم اللي يسمطه كف واللي يهدد بالسكين لكن في النهاية الرجل لما شاف أنه الموضوع فيه حادث وهذول ميتين قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وطلع من مركز الشرطة وراها على بيته المهم اللي حصل فيه صباحا ذاك اليوم الرجال الأمن كثفوا الدوريات وقاعدين يمشطون الأحياء المجاورة لهالمنطقة اللي احصلت فيها الحادثة حادثة الدهس أي دورون يفتلون بهالشوارع لعله وعسى يعثرون على هالسيارة اللي تسببت في مقتل هالشباب الاثنين وسيارات كثيرة كل ما يشوفون سيارة منها النوعية يحاولون يوقفون عندها إذا شافوا صاحبها وين كنت وين رحت في الساعة الفلانية وين كنت بالضبط ويعينون السيارة وخصوصا من الجهة الأمامية لعله وعسى يعثرون على مرتكب هذا الحادث ومن شارع إلى شارع ومن حارة إلى حارة والمدينة كبيرة وحاراتها واسعة وبعد حوالي ثلاث أربع ساعات تقريبا وعلى الساعة أهدعش أهدعش ونص إحدى دوريات الرجال الأمن قاعدة تتجول في أحد الشوارع تبحث عن السيارة شوي ولا فيه مشكلة فيها الشارع عائلتين بلشانين كفخ وضرب بعضهم وأحجز الرجال عن الرجال اللي ماسك عصى واللي ماسك سكين ويهدد والنسوان تحاول تفزع والكذلك الجيران اللي فزعانين والمنطقة صاير فيها مثل ما تقولون يعني أبراج سكنية أو مجمعات سكنية بنايات مؤلفة من عند الطوابق وفيه كثافة سكانية في المنطقة وفزعانها الناس وناس تحجز وناس تهدد وقايم الدنيا وما هي قاعدة بس ادفجت دورية رجال الأمن وقفها وعندها الناس حاولوا يفكون بناتهم لما شافوا الناس هذول رجال الأمن فكوا الناس عن بعضها وخير شنو الموضوع شنو السالفة قالوا لا والله مشكلة يعني بين أطفال وكذا وتطورت الأمور قالوا لا ما يصير شنو المشكلة وشنو سبب المشكلة وبعدين يعني محرز الأمر بسبب الأطفال تفزعون على بعضكم حتى كان في بعض الأشخاص متعرضين إلى جروح وبعض الضربات واللي ماسك راسه واللي ماسك عينه واللي متمدد بالأرض الظاهر لو ما حظر رجال الأمن كانت رايح تصير مجزرة المهم دورية الشرطة هذي مسكت مثل ما تقولون الأطراف المتقاتلين وحطت كل من على جنب وحاولت أنها تردعهم وقدهم يفهمون شنو سبب المشكلة قالوا المشكلة بين شبيبات صغار توهم يعني 14-15 سنة طلاب مدرسة شنو سبب المشكلة قالوا والله يا سيدنا هذول شباب اثنين أصدقاء وأبناء حارة وحدة وجيران طال عين الصبح على المدرسة في صباح هذا اليوم قبل كم ساعة وصاير فيه حادث سير على الدوار هذا في المنطقة هذه وهذول تجمعوا مثلهم مثل أشخاص الفضولين اللي جو يشوفون الحادث وعاثرين على محفظة محفظة رجالية والمحفظة هذه فيها مبلغ مالي وهذول قاموا وراحوا على المدرسة وعلى أساس أنهم يتقاسمون هذا المبلغ لما خلصت المدرسة أو أنهم هما طالعين في وقت مبكر ما أخذين إجازة أو مستأذنين من إدارة المدرسة أنهم يرجعون على بيوتهم وصارت الفرصة الآن سانحة لأجل أنهم يتقاسمون المبلغ هذا اللي اثروا عليه في المحفظة واللي عثر على المحفظة يقولوا لا هذه ما هي من حقك أنا اللي عثرت عليها أنت مالك شغل صحيح ماشي معاي لكن أنا اللي عثرت عليها لا أنا اللي عثرت أنت اللي عثرت ماشيين أنا وياك عطيني ما تعطيني حصلت ملاسنة بينها الشباب المراهقين هذول وصاروا يضربون بعضهم في البداية حصلت ملاسنة على طول الطريق من المدرسة لحد ما وصلوا على الحارة وتعرفون مثل هشبيبات هذول في هالعمر لما يصير الواحد في حارته وأنه أهله ممكن يسمعون صوته فبدأوا هذول يعلون أصواتهم على أعطيني ما تعطيني هذا حقي مو حقك واحد ضرب الثاني الأهل شافوا والشبيبات هذول يتكونونوا مع بعض فزعوا الأهالي ومهم عرفانين شيني السالفة وفك الرجال عن الرجال على جيد رجال الأمن قالوا وين المحفظة قام الولد هذا اللي يعثر عليها قال هاي المحفظة لما شافوا المحفظة كانوا ماخذين مواصفات المحفظة اللي ينبلغ عليها معتصم وبيأخذونها من الولد هذا ولما فتحوها يأثرون على مبلغ مادي المبلغ نفسه اللي ينبلغ عن فقدانه معتصم قالوا طيب المحفظة هذي فيها إثباتات شخصية وفيها بعض الأوراق وينها قالوا والله يا سيدي المحفظة ما عثرنا فيها إلا على الفلوس لا فيها إثبات شخصية ولا بطاقة شخصية أكيد أنت ومتأكدين قالوا ومتأكدين قاموا رجال الأمن خذوا الأطفال الثنين هذه المراهقين هذول مع ذويهم أو المسؤولين عنهم على مركز الأمن ويحاولون معاهم يعني تحصل في مثل هالحالة أنه يعني الأطفال بما أنهم اعتروا على محفظة فيها فلوس يكونون رموا الإثبات الشخصي هذا وهم همهم الفلوس ما همهم البطاقة شخصية أي يحاولون معاهم يمين شمال من هناك ما قدروا يحصلون من هالمراهقين الثنين هذول أي شيء وعرفوا أنه سالفتهم شغلة فلوس وما لهم علاقة اشتروا لهم شوية عصير ولا بسكوت ولا أي شيء يتسلون فيه قالوا لهم طيب أنت وكنتوا حاضرين على الحادث أو شفتوا السيارة اللي سوت هذا الحادث قالوا إي والله شفناها قالوا طيب هذا اللي كان يسوق السيارة أو السيارة أنتوا تعرفونها سابقا أو تعرفون هذا الشخص إذا شفتوه تقدرون تتعرفون عليه قالوا يا سيدي هذا الشخص احنا نعرفه من زمان من عدة سنوات قالوا عال من وين تعرفونه وشنو اسمه هذا الشخص وشنو يشتغل ومن وين قالوا يا سيدي هذا احنا قبل عدة سنوات كنا مقيمين في أحد المناطق العشوائية اللي يسمونها في المغرب العربي دور الصفيح اللي تصير على أطراف المدن مناطق عشوائية مبنية فيها بيوت عبارة عن خيم أو بركات من الزينكو والناس عايشة فيها يقولون قبل عدة سنوات عايشين فيها المنطقة وهذا الشاب كان جار لنا في المنطقة وبعد مدة من الزمن الدولة بنت البيوت هذي وسلمتنا البيوت وكل من راح في حال سبيله وهذا الشاب صار لنا مدة من الزمن ما شفناه لكن هذا الصباح هو اللي كان راكب السيارة اللي سوت الحادث شنو اسمه وين ساكن قالوا والله ما ندري وين ساكن لكن اللي نعرفه أنه هذا الشاب موظف في المؤسسة المختصة في ترخيص السيارات وفحص السيارات المؤسسة هذه إن قالها مؤسسة الفحص التقني المهم بناء على معلومات المراهقين اثنين هذول واللي فاتني إني أقوله شلون هذول المراهقين اعثروا على المحفظة وعلى حسب أقوالهم قالوا احنا كنا ماشيين فيها ذاك الصباح ولما صار الحادث قدامنا تجمعنا مثلنا مثل هالناس وكنا من أول الواصلين إلى مكان الحادث وقام هذا واحد منهم شايف المحفظة بجانب واحد منها الشباب وقام مد إيده عليها وخذاها وحطها في جيبه وصديقه الثاني شافه ولما راحوا على المدرسة حاول هذا الشاب الثاني لما عرف أنه المحفظة فيها فلوس حاول أنه يتقاسم هو صديقه وقالوا لا خلينا بس نخلص الدوام أو ناخذ إجازة من المدرسة وبس نطلع أعطيك حستك لكن هذا الشاب كان ناوي أنه يسحب على صديقه مودو يعطيه وقاعد يماطل المهم بناء على هالمعلومات اللي كانت مهمة فيها القضية تم الاتصال بمعتصم قالوا يا معتصم تعال خير إن شاء الله قالوا تعالوا بس تيجي تعرف لما جاء معتصم شوفوه المحفظة هذه محفظة قال إي نعم قالوا والله يا معتصم ما عثرنا إلا على الفلوس اللي بداخلها لكن إثباتاتك الشخصية ما عثرنا عليها لكن الآن رجال الأمن ما هم بمعتصم ولا بالإثبات الشخصي الآن هم بصاحب السيارة اللي أعطوا عنه المعلومات هذول الشباب المراهقين ويروحون رجال الأمن على مؤسسة الفحص التقني المختصة بفحص السيارات ومعاينتها لما جوا والوقت صار تقريبا على الساعة 12 ظهرا ويجون على هالمؤسسة السلام عليكم وعليكم السلام بدأوا يسوون جولة بين هالسيارات اللي صافة في مرآب المؤسسة هذه وما عثروا على هالنوعية من هالسيارات لكن كان معاهم اسم الشاب هذا اللي اسمه محمد اللي بلغوا عنه المراهقين قالوا هو اللي كان يقود السيارة قاموا رجال الامن اسألوا وقالوا في شاب عندكم اسمه محمد مواصفات وكذا وكذا قالوا ايه نعم وين محمد قالوا والله محمد جاب سيارة وصفها خلف المؤسسة في موقف خاص وخذ اذن وظاهر عنده شغل عنده عمل ما ادري خذ اجازة يعني قالوا السيارة هذي ملك له ولا المؤسسة هذه قالوا لا السيارة للمؤسسة وين صف السيارة قالوا خلف المبلغ تعالوا دلوهم على السيارة ولا هذه السيارة على حسب المواصفات اللي قاعدين يبحثون عنها رجال الامن ولما جووا على مقدمة السيارة ويلحظون عليها انه فيها اثار ظاهر السيارة هذه مسوية حادث بين السيارة لما تصدم شيء الا ما يصير فيها طاعج يصير فيها نكشة وخصوصا انه هذا الحادث كان بسرعة جنونية قالوا ودنا اسم محمد الثلاثي وعنوان سكنه قالوا والله محمد سكن في حارة ما تبعد زيادة عن المؤسسة هذه خذوا العنوان ويروحون على منزل محمد لما دقوا الباب وقالوا هذا معتصم سلام عليكم وعليكم السلام محمد وين قالوا والله محمد موجود نادي لو سمحت لما جاء محمد وقالوا رجال الامن خير يا جماعة شنو الموضوع ويتم القاء القبض على محمد ويجبون معاه معتصم معتصم ما هو عرفان محمد كذلك ما عرفان شنو السالفة يا جماعة شنو الموضوع قالوا بس نوصل مركز الامن تعرفون شنو الموضوع وقالوا يا معتصم هذا محمد ابنك قال اي نعم ابني يا جماعة فهموني شنو السالفة المهم جابوهم على مركز الامن ومسك ومحمد وين كنت انت صباح هذا اليوم يا محمد وليش صاف السيارة خلف المبنى وليش ما ياخذ اجازة وشين يسالفتك حاول محمد انه يتهر بماطل من هناك قالوله السالفة راكبتك راكبتك لذلك الان انت متهم بجريمة قتل اشخاص اثنين وعطينا السالفة من الاخر محمد شاف انه لابد ولا غنى من انه يعترف لانه الجماعة خلاص شافه السيارة ووصلوله في وقت قياسي جدا وما كان محمد يتوقع انه يصلوله في يوم من الايام المهم اسمعوا السالفة السالفة الله يسلمكم محمد يقول في صباح ذاك اليوم انا نايم فيها البيت وما عندي قطعة من الشيطان ومعير المنبه على الساعة سبعة ونص تقريبا على اساس اني اصحى قبل نص ساعة من الدوام اجهز نفسي والبس واركب سيارتي واروه على الدوام ويجيني تلفون من واحد من جيراننا سلام عليكم وعليكم السلام خير قال له افزع يا محمد الحق شنو السالفة قال له والله في هذا ابوك واقف بالشارع وفي اشخاص اثنين معتدين عليه امشي الحين والمحفظة واحد شامط وكف مثل افراق الوالدين وهذا ابوك معاي رح اخذه على مركز الامن علشان يقدم بلاغ منه الاشخاص هذولة انت تعرفهم انت شفتهم قال له ايه بالله هذولة الاشخاص هذولة هم يمشون بالشارع الفلاني وقاعدين يتمشون لكن الاشخاص هذولة ظاهر انهم انهم مشرانية وابوكو يقول واحد شامط وكف واحد صاحب عليه سكين وين وما وين اعطاه المواصفات يقول محمد صحيت ما بين نايم ما بين صاحي وطار عقلي لما سمعت انه اشخاص تافهين حيشة من يسمع يعتدون على ابوي ويشلحون ومحفظته واللي يضربوا كف واللي يسحب عليه سكين من هو هذا اللي يجرأ على ابوي يساوي هالفعلة هذه يقول لبست على السريع ونزلت على السيارة شغلت السيارة وانطلق لما صرت في الشارع الرئيسي وارجع اتصل على جارنا هذا اللي ينقله عمران هاي عمران وين اعطيني المواصفات بالضبط قالوا الان الشباب والله ابعدوا قدامي مسافة الان بعد اشوفهم لكن في الشارع هذا باتجاه الدوار او تقاطع الطرق يا عم عمران شنو لابسين قال لابسين كذا وكذا يقولوا امشي بين هالسيارات لعله وعجتها اشوفهم لانه في كثير من الاشخاص اللي يراكب سيارة واللي يماشي اللي يرايح على دوامه يقول ظليت امشي لحد ما شفته من بعيد وازاحم هالسيارات وصويت مشكلة مع اكثر من واحد لحد ما وصلت الى الدوار او تقاطع الطرق هذا واستحين الفرصة واجيهم بسرعة جنونية واصدمهم الاثنين ودخلت على هالدوار هذا وعكست السير وهربت وروحت على الدوام اثبتت وجودي وقلت لبعض الاصدقاء انه انا اليوم تعبان وصفيت السيارة في الخلف على اساس انه ما احد يشوفها وما احد ينتبه لعله وعسى عليها بعض الاثار وفعلا عليها اثار الحادث ورجعت على البيت لقيت ابوي قدامي طبعا اللي حصل فيها القضية الاب معتصم ابو محمد لما رجع على البيت ما بلغ ابنه ولا قالوا انه انا والله تعرضت الى كذا وكذا خوفا من يعني هذا شاب وراح يغار على ابو وما رح يسكت او ممكن يزعل على ابو فحفاظا على مشاعر الولد الاب ما بلغوا بهالقضية اكتفى الرجال ببلاغ رجال الامن وكذلك محمد لما راح قتل الشباب الاثنين هذول او دهسهم وهو ما يعرف هل انهم ميتين ولا طيبين ورجع على البيت ما بلغ ابوه وقال له انه يعني ترى انا خذيت ابثارك او اني انتقمتلك من هالشباب هذول اللي تعرضوا لك ولا جاب له سيرة ابدا والصدمة الكبيرة كانت لمعتصم الرجل الخمسيني هذا وليشو يا ابنه وني وحرام عليك وليش سويت كذا قالوا والله يا ابوي ما قدرت اني اشوفك تنهان وتنذل ومن منه من اصحاب سوابق وانا اصلا من لما شفت اشكالهم مبينين مبينين انهم من هالشباب الصيع اصحاب المشاكل وبتقرير الطب الشرعي بعد ما تم الكشف على جثتين تبين انه الشباب متعاطين لحبوب تؤدي الهلوسة بالاضافة الى شربهم بعض المسكرات عاظنا الله وإياكم لكن منه المتسبب في جريمة القتل هذه اللي ارتكبها محمد المتسبب فيها عمران الجار اللي لما شاف جاره هذا وانه الشباب هذولا حاولوا يعتدون عليه وبلغوا شنه سالفة قام سحب التلفون بدون لا يدري معتصم ابعد عنه شوي وساوى الاتصال هذا مع ابنه وكذلك لما محمد ركب سيارته وراح يبحث عن الشباب هذول ورجع اتصل مرة ثانية على عمران عمران كذلك عطاه المواصفات بدون لا يدري معتصم ولا يعلم انه اتصل وخبر ابنه المهم ويجيبون عمران هذا اي عمران ليش سويت كذا قال والله ما ادري صراحة انا شفت الرجال ينهان قدامي وانا ماني قادر اسوي شي وقلت اخبر ابنه لعله وعسى يلحقهم لكن انا ما فكري انه يرتكب هالجريمة هذه من الصبح وانه يقتلهم او يحاول يدهسهم بالسيارة انا والله ما كنت متوقع انا قلت يعني راس مالها ممكن تحصل المشاجرة ممكن يبلغ عنهم رجال الامن او يمسكهم الرجال الامن لكن الرجال هذا تسبب بانه هذا محمد المسكين وهو نايم ما عنده قطع من الشيطان جاء هذا الاتصال وخلاه يصحى من الصبح ويرتكب جريمة ويقتل اشخاص اثنين ويرجع بنفس الوقت الى شريعة الغاب والجاهلية ونسى انه فيه قانون فيه رجال امن وانه الحق ما ينخاذ بهالطريقة هذه وفيه النهاية محمد شنو اللي حصل عليه محمد تم تقديمه للمحاكمة وتم الحكم على محمد بالسجن لمدة ثلاثين سنة وطبعا محمد المفروض محكوم اعدام لكن ظاهر انه المحكمة خذت بقين الاعتبار خوف الولد على ابوه وما قدر انه يستوعب انه شلون حدا يضرب ابوه كيف ولا يحاول يعتدي عليه وبالنهاية اخذ حكم مخفف اللي هو ثلاثين سنة لكن لما انت كمستمع او متابع تحط حالك في مكان محمد شنو ممكن انك تتصرف لصراحة يعني القضية ترى ما هي بالامر السهل تخيل انه انت تكون نايم وواحد يتصل عليك يقولك ترى ابوك بالشارع وفيه شخص ضربه كيف ولا حاول انه يعتدي عليه فالامر ما هو بهالسهولة هذه والانسان ممكن فيها اللحظات هذه وفيها الوقت اتغمض عيونه وتشتغل المشاعر والعقل يوقف على جنب لذلك في مثل هالمواقف يجب انه الانسان يحكم العقل وما يتبع المشاعر والعواطف اوكي الاب غالي ولهما كانت لكن الانسان المفروض ما يتهور بهالطريقة هذه ويقتل الشخصين مثل ما سوى صاحبنا محمد والحق الاكبر يقع على منه يقع على عمران اللي هو كان شرارة الفتنة والسبب الرئيسي والمسبب فيها الجريمة طيب انت خلاص شفت الرجال اكله كف اكله رفسه راحت محفظته لكن فيه النهاية ابنه الان رح يقضي ثلاثين سنة فيه السجن انت شنو استفديت غير انك تسببت فيه مقتل اشخاص اثنين والقاتل راح يقضي ثلاثين سنة فيه السجن لذلك فيه مثل هالامور يجب انك يعني مثل هذا شاب عمره تقريبا فيه نهاية العشرينيات ما قدر يتحمل هذا الخبر ان واحد يضرب ابوه كف لذلك تهور وارتكب هالجريمة فيه النهاية انتظر رأيكم وتعليقاتكم على هالقصة اللي تم حل لغزها خلال تقريبا حوالي ست ساعات واندل هذا على شيء انما يدل على مهنية رجال الامن اللي كانوا حاضرين على هالقضية واللي حلوا لغز هالقصة خلال وقت قياسي جدا وكانت هذه نهاية القصة طبعا القصة فيها الكثير من العبر اللي ممكن نستخلصها واهم عبرة ممكن نستخلصها من خلال هالقصة لا تكون محظر فتنة او محظر شر مثل هذا عمران لو انه ساكت وماه جاي بسير الهالشاب هذا اللي نايم وما عنده قطع من الشيطان وعلى اساس معير المنبه على الساعة سبع ونص يقعد يأكل لقمة ويرو على دوامه وفي نهاية تسبب في جريمة اللي راحوا على المقبرة وهذا اللي راح على السجن في نهاية شنو استفاد هذا وكذلك عدم التهور ويجب التروي والتأني في مثل هالقضايا في قانون في دولة المفروض تلجأ الى القانون يعني مثل محمد الله يصلحه بدل ما ركب سيارته وراح وتهور ودهس كان يقدر وهو راكب هالسيارة يتابع هالأشخاص ويتصل على رجال الأمن بنفس الوقت ويبلغهم عن وجود هالأشخاص وأنهم اعتدوا على أبوه وأكيد رجال الأمن ما راح يقصرون ورح يلقون القبض عليهم وفي النهاية تم تقديمهم للمحاكمة وبدل انت ما تكون مدعي يصير مدعى عليك في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لنا ولكم جميعا ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه